يا جماعة اللي بيجيلي بالمرض ده بيبقى صعبان علي جدا جدا اهلا وسهلا بكم في الفيديو ده هنتكلم عن القرانية المخروطية وليه مرض القرانية المخروطية بيكونوا صعبانين علي جدا اولا هي ايه القرانية القرانية هي جزء الشفاف في مقدمة العين الجزء ده بيشتغل مع عدسة العين اللي هو ده طاقم العدسات بتاع العين اللي بيوجه الصورة على الشبكية طاقم العدسات بتاعتنا ده واهم حاجة فيها القرانية دي اهم خاصية فيها انها تكون شفافة ولان العين كورة والعين كورة منفوخة وجواها سائل فازاي السائل ده ما بيخشش جواه القرانية القرانية دي معجزة ربنا خالق فيها مضخة اول ما الميا دي تخش فيها تطلعها تاني عشان تفضل القرانية بتاعتنا عاملة زي الازاز مفيش فيه ميا تمام مرض القرانية المخروطية ده مرض بييجي في الشباب الصغيرين للأسف ومرض ما لوش سبب معين ما لوش برضو ما قدرش ان انا اكتشفوه غير بعد ما يبدأ يحصل المرض ده بيخلي القرانية بتاعتي ضعيفة جدا القرانية بتاعتنا اللي هي متمسكة تبدأ تفقد الروابط بتاعتها تبدأ ان هي تضعف هيحصل فيها ايه تبدأ ان القرانية السمك بتحائل القوة بتاعتها تزيد يبدأ ليعندك قصر نظر وقصر النظر بيزيد والاستجماتيزم بيزيد كمان بس مش بس كده الاستجماتيزم المتكون ده اسمه استجماتيزم غير منتظم يعني حتى العدسات بتاعت النظر ما قدرش ان هي تصلها زي ما قلنا هو بيجي في الشباب الصغيرين بيبدأ في عين وبعد كده بيخش غراها للعين التانية هل فيه قلم يا دكتور فاعرفه مفيهوش قلم للأسف هل بيجي فقد مباشر في النظر لأ برضو ما بيجيش فقد مباشر في النظر ده بالتدريج ده بيسرق النظر بتاعك طب بنعرفه ازاي يا دكتور اولا زي ما قلنا هو مالوش سبب فاحنا خلاص مش هندور على السبب بس تلاحظ ان بعض الاطفال اللي عندهم حساسية جديدة وشغالين دعك وفرق في عينهم ده بيزود فرصة الاصابة بالمرض ده فاي طفل عندك عنده حساسية من زمان لقطه لازم تديله ادوية الحساسية عشان يبطل دعك العين عشان ما يزودش فرصة الاصابة بالقرنية المخروطية تاني حاجة هو موجود في بعض الامراض زي متلازمة دون والناس اللي عندهم الاتهاب صبغي تلوني وكنا اتكلمنا عن الاتهاب الصبغي التلوني في حلقة قبل كده طب ايه المخاطر يا دكتور بتاع الموضوع ده هتقول لي يا دكتور ان هو النظارة بتزيد طب مش مشكلها غير النظارة المشكلة مش وقفة على ان المقاس بيزيد ولا ان بيتكون حاجة اسمها استجماتيزم غير مختلط لا المشكلة ان القرنية دي بتفقد كل وظيفتها فاكرين المضخة اللي كانت بتطلع المية من القرنية بعد فترة القرنية بتاعتنا دي هتبقى رؤياء تماما والمضخة دي مش هتبقى شغالة المية هتخش جوه القرنية القرنية هتبقى معتمة فالقرنية دي هتفقد اهم وظيفة من وظيفة ان هي شفافة وساعتها هنكون محتاجين ان احنا نعمل عملية كبيرة اوي اسمها ترقيع قرنية دلوقت يا جماعة هاوريكم الفرق ما بين القرنية العادية والقرنية اللي حصل فيها بقت قرنية مخروطية متقدمة شوفوا كده دي القرنية العادية وشوفوا دي القرنية المخروطية شوف طلع لها بروز ازاي شوفوا بقت برزة وكبيرة ازاي القرنية دي بقت رفيعة بقت برزة بقى فيها ضعف جديد في الابصار وبعد فترة هتبقى قرنية معتمة ومحتاجة ان هي تتشال طب نعالج ازاي الموضوع ده يا دكتور زي ما قلتلكم الناس دول بيبقوا صعبة اننا عليها ليه ده واحد ما بيكتشفش المرض اصلا غير وهو راح يعمل عملية تصحيح نظر فبالصدفة عشان احنا بنعمل فحص القرنية فلقينا فحص القرنية ده الموضوع ده لو واحد سعيد الحظ هيبقى الموضوع في اوله وهيبقى علاجه سهل وهتبقى نتيجة النظر كويسة لو واحد مهمل شوية في عينه والموضوع كبير هيبقى علاجه صعب ونتيجة النظر للأسف هتبقى صعب العلاج بتاعنا بتاع القرنية المخروطية في الاول بتضمن ان احنا في الاول فقط ممكن تكون علاجه بالنظارة ممكن يكون علاجه بالعدسة اللاسقة ممكن يكون علاجه فقط ان انا بتابع الحالة في اوله والعلاج بعد كده لو لقينا ان الموضوع بيزيد بيكون في حاجة اسمها تثبيت ضوئي محاولة خلق روابط جديدة في القرنية عن طريق ان احنا بنحقن او بنخل القرنية دي تشرب فيتامين فيتامين بي وبعد كده بنصلط عليها اشعاء فوقها نفسجية الترا فيلوت ريز بتتفاعل مع الفيتامين فتحاول تصلب القرنية واحد بيجي لي بيكون عايز يعمل تصيح ابصار فللأسف بيكتشف ان احنا عايزين نعمل حاجة تانية خالص واحد جاي يعمل عملية تجميلية لقى نفسه انه هيخش في اجراء علاجي العملية التجميلية ممكن اعملها ممكن ما عملهاش بس الاجراء العلاجي لازم ان انا نعمل وهما بيكونوا فاكرين ان احنا مثلا ما نعمل تثبيت ده هيصالح احل نظر تثبيت القرنية اسمه تثبيت يعني بيسبت القرنية على الوضع اللي هي عليه لان الوضع اللي انا عالي دلوقتي بكرة هقول يا ريتني كنت فضلت على الوضع ده بعد تثبيت القرنية بثلاث شهور في وسائل تانية ان احنا نشوف بقى هل نقدر ان احنا نتصلح النظر ولا لا بس احنا ان بيكون شغلنا في الاول ان انا وقف الوحش ده الوحش اللي عمل ياكل ويقرأت في القرنية بتاعتي بيخليها رفيعة وبيسبب لي مشاكل كبيرة بعد كده بعد عملية تثبيت القرنية في وسائل كتير ان انا نسلح النظر منها ان انا ممكن اعمل تصحيح ابصار بالازج السطحي وده لي شروط معينة ان يكون المقاس بتاعنا صغير وتكون القرنية كويسة ويكون المرض في مراحلو الاولانية الحاجة التانية ان انا ممكن اعمل حاجة اسمها زرع حلقات بلاستيكية جوه القرنية ودي بتتم بشعاع الفيم توليزر زي ما قلنا القرنية دي مخروط طلع مخروط هنزرع حلقة بلاستيكية عشان تدخل المخروط ده ما كانه تاني فده بيحسن لي النظر بتاعي حاجة تالتة ان احنا ممكن نعمل زرع عدسات داخل القرنية عشان اصلح قصر النظر والاستيجماتيزم الموجود واخر حل للأسف وهو الحل النهائي لما تكون خلاص القرنية بتاعت دي اللي في عيني دي ما فيش منها اي امل في الرؤية فبنشلها وبنزرع عملية اسمها عملية زرع القرنية عرفتوا انتو حاجة واحدة ممكن تغيروها برضو ان الموضوع ده متزايد فلما تلاقي ابنك كل شوية نظره بيضعف الاستيجماتيزم عمل بيزيد لازم تشك ولازم تودي للدكتور اللي هيعمله فحص القرنية ممكن الاستيجماتيزم ده يكون استيجماتيزم طبيعي مفيش في حاجة وممكن يكون قرنية مخروطية برضو حاجة تانية تقدروا تعملوها لو حد من الاولاد بتاعكم تشخص لقدر الله قرنية مخروطية لازم اخواته كلهم يتكشف عليهم عشان الموضوع ده فيه جزء وراسي بس ده كان موضوعنا عن القرنية المخروطية النهاردة اتمنى الفيديو يكون فاتح حضراتكم ولو فاتكم اعملوا شيروا لايك للحلقة واشتركوا في القناة بتاعتنا لو انتوا اول مرة فعلوا الجرس ومع السلام اشتركوا في القناة